اهلا بحضراتكم من جديد افريقيا اول مبارح ولسه منتظرين تصنيف اتحاد الدولة هنشوف اذا كنا هنتقهل بطورة العالم ولا لأ فانتظروا ها يعني الفاتقرة دي هيكون فيها كلام كتير ان شاء الله خلينا نروح لأخبارنا برضو عن كرة اليد داخل النادي الاهلي دائما بتبقى في المقدمة دوري المحترفين هيبتدي بكرة ينطلق بكرة دوري المحترفين هنلاعبين هنلاعب البنك الاهلي الساعة 4 العصر في صالة الامير عبدالله الفيصل بالمقر النادي الاهلي او المقر الرئيسي بالجزيرة دي القطاط من مطش السوبر اللي فات وطبعا زي ما حدقكم عارفين الفرقة خلاص افلت صفحة السوبر الافريق سدقوا نكسبنا خسرنا كنا نقفلها وهو ده النادي الاهلي ومركزين حاليا في الدوري ومشواره لان الدوري السنة دي هيكون مرهج جدا 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 نطويله على كذا مرحلة وهنبقى نشرح لحضراتكم الدوري هيبقى شكله ايه وعلى فكرة احنا اكتر فرقة حاصلة على الدوري الممتاز او بطولة الدوري كرة اليد النادي الاهلي صاحب اكبر عدد وطبعا اكيد الفرقة مركزة وهيبقى انطلاقة جيدة وفيه خبر تاني كمان يخص كرة اليد احب اقوله لحضراتكم اتحاد الافريقي لكرة اليد لغى بطولة افريقيا لابطال الدوري كان مفوضة تتلعب الشهر اللي جاي لغاها طب لغاها ليه لغاها لانه ما فيش فرقة تقدمت او مفيش دولة اتقدمت لاستضافتها طبعا انتوا عارفين كورونا مذالت بتلقي بضلالها على العالم كله كل العالم خايف يستضيف اي بطولة بس مصر كسرت الحاجز ده ونظمنا بطولات كبيرة جدا على المستوى العالمي تدفى مصر وبتحتضنها مصر ومازالت انتهت ببطولة الخمس الحديث للناشئين والناشئات اللي خلصت وهقول لحضراتكم النتائج بتاعتها مصر اقتحمت هذا وكسرت الخوف عند العالم كله ولكن يظل برضو التوجس ده موجود او التخوف ده موجود والتحاد الافريقي الكورت اليد لغى البطولة بس عندنا ازمة دلوقتي هيبقى في ازمة عند الاتحاد الافريقي بصراحة ايه هي الازمة دلوقتي طرف السوبر الافريقي اللي جاي هيكون مين كان دايما بيقول ابطال الدولي بيبقى طرف فيها مين هيختار مين هي دي ازمة كبيرة عند الاتحاد الافريقي بس هو زي ما بتقول مرغم اخوك لا بطل لان هو ما عندوش حل مفيش دولة لصدافة البطولة ومش هيدى الروح لدولة يقول لها نظميها هيحلها ازاي الله اعلم هنشوف تحد الافريقي هيعمل ايه وهيقول ايه ومين هيكون طرف السوبر اللي جاي او السوبر الافريقي القادم مين الطرف الثاني ليه